برقية تعزية وموسى إلى أخيه صاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة وذلك في ضحايا الزلزال الذي ضرب أقليم الحوز جنوب غرب مدينة مراكش المغربية والذي أسفر عن سقوط العديد من الضحايا والمصابين وعرب سموه في البرقية عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأخيه العاهل المغربي ولأسر الضحايا ولشعب المملكة المغربية الشقيق في هذا المصاب الأليم راجيا سموه المولى العلي القدير أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته وأن يلهم أهلهم وذويهم جميل الصبر والسلوان متمنيا للمصابين الشفاء العاجل مؤكدا سموه وقوف وتضامن مملكة البحرين حكومة وشعبا مع المملكة المغربية في تجاوز هذه الكارثة الطبيعية داعينا الله عز وجل أن يحفظ المملكة المغربية وشعبها الشقيق من كل مكروه كما بعث صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقيتي تعزية مماثلتين إلى أخيه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن ولي عهد المملكة المغربية الشقيقة وإلى أخيه معالي السيد عزيز أخانوش رئيس الحكومة المغربي ترجمة نانسي قنقر